السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير هعمل لكم النهاردة بقى وجبة جادة جميلة من غير فراخ ومن غير لحمة تنفع الفطار للغادة للعشاء لاي وقت والبطل بتاعها هيكون البطاطس البطاطس كويس قوي ونزلة كتير قوي في السوق ورخيصة فقلت عمل بيها كده وجبة متكاملة جميلة طبعا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف انا هنا معي طلب بطاطسيات مبشورين واربع بضاط وجبنا قريش ومعايا دقيق وبكنبودر وبصل وطماطم وفلفل الوان وحليب وزيت متقلقوش هقولكو كل الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي بالراحة خالص واحنا شغالين اول حاجة هنجيب اربع بضاط ونحطهم في بولا وهنقلبهم كده بمضرب بمضرب يدوي عادي طبعا دلوقتي البطاطس كويسة جدا الخضار كمان في شتا بيكون حلو قوي واجبنا القريش بتبقى طحفة كده وزي الزبدة فانا حبيت اعمل لكم وصفة جميلة كده ومش مكلفة تكون كلها حاجات من البيت هنحط معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل اسود على البيت يبقى كده اول حاجة هنعملها هنجيب اربع بضاط وهنحط عليهم معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل اسود وهنقلبهم كويس جدا الواحد دايما بيحب يعمل حاجات كده سريعة وبيكون شكلها حلو كمان هنحتاج كباية من الزيت وكباية من الحليب كباية ونص من الحليب تمام حطينا كباية كاملة من الزيت المرج العادي بتاع الشاي وعليهم كباية ونص من الحليب يعني بجد بجد صانية كده حلوة جدا تفتح النفس زي ما بيقول لكم مفيدة جدا وكلها حاجات مفيدة جدا للاطفال البطاطس الخضار البيض الجبنة الحليب كلها حاجات فيها فيتامينات وطبعا هتكون مستخبية جوه الفطيرة نقدر نقول عليها فطيرة البطاطس بس جميلة جدا البطاطس دي انا بشرتها وبعصرها قدامكم كده مش عايزة يكون فيها مياه كتير وهحطها على الخليط اللي احنا عملنا اللي هو البيض والحليب والزيت والملح والفلفل الاسود شايفين المياه النزم البطاطس قد ايه البطاطس موجودة في السوق وبكميات كبيرة اليومين دول فنستغلها ونعمل بها وصفات كتير انا محطتش دول تلات بطاطسيات كبار مبشورين محطتهمش قلت ايه اما نزل الخضاري الاول ودي طمط ماية كبيرة متقطع مكعبات وده بصل اخضر وده بصل ابيض وده فلفل الوان انا بشيله في الفريزر بجيبه وبقطعه وقطع صغيرة كده واشيله في كيس في الفريزر وبستخدمه في اي وصفة بيكون سهل وموجود كده في البيت على طول لو مش موجود خلاص حطي فلفل حامي لو عايزة حطي فلفل رومي عادي المهم تحطي بصل اخضر وتحطي طماطم طماطماية حلوة كده متوسطة شايفين الخضار شكله حلو ازاي حطينا بطاطس وحطينا طماطم وحطينا بصل اخضر وحطينا بصلاية بيضة متقطعة صغير وحطينا فلفل الوان او فلفل رومي لو عندك مش هيقول لا يعني شايفين بقيت عاملة ازاي هنحط كمان جبنة قريش او جبنة فيتا او اي نوع جبنة انت بتحبيه بس الجبنة القريش حلوة جدا في الشتاء فانا بحب ادخلها في وصفات كتير شايفين نعمة ازاي انا بحاول اقطعها كتا صغيرة عشان تتوزع في الطبق كله وهقلبها دلوقتي يعني دي اكل حلوة جدا وزي ما بقول لكم من غير فراخ ومن غير لحمة وفيها قيمة غذائية عالية جدا لبن وبيض وجبنة ويعني كل حاجة كويسة موجودة في فطيرة البطاطس دي والولاد هيحبوها قوي وشكلها كمان جميل والوانها حلوة وتفتح النفس انا قلبتها كويسة هو زي ما انتوا شايفين بقلب الجبنة في الخليط كله اللي احنا عملناه وهضيف عليهم كمان شوية البطاطس اللي كانوا باقيين واحطهم في طبق قويط يبقى كده الخليط بتاعنا ده اخد الثلاث بطاطسيات الكبار كلهم وهكتب لكم تاني بأكد عليكم المقدير هتكون في صندوق الوصف علشان تقدروا يعني تجيبوها بكل سهولة عشان ما تتلغبطوش وانا بتكلم هبتزي احط دقيق المفروض احط من خمس لستة كبيات دقيق هنحط خمس كبيات دقيق الاول ونقلبهم كويس قوي ونحط عليهم كيس بيكم بودر اي كيس بيكم بودر وهنقلب الخليط بتاعنا اللي هو الديق والبيكم بودر مع الخليط بتاعنا الكبات الديق الاخيرة يعني مثلا انا حطت دول خمس كبيات في كوباية تانية مش هحطها دلوقتي لغاية مقلب الديق ده واشوف هل العجينة سيلة شوية ولا متمسكة وهوريكو شكلها بيكون عامل ازاي احنا مش عايزين فيها سويل كتير وفي نفس الوقت مش عايزينها تكون تقيلة جدا يعني نقدر نصبها كده من الطبق ايا كده محتاجة شوية دقيق تاني فحط لها نص كوباية يبقى الخليط بتاعي ده اخد خمس كوباية ونص من الدقيق تمام كده مش هحط دقيق تاني خلاص انا عندي بقى هنا جبنة رومي مبشورة بحب ادخلها في كل الحاجات اللي بتدخل الفرن الفطاير دي بتبقى جميلة قوي مش موجودة عندك مفيش مشكلة احنا كده كده حطين جبن قريش فمش مشكلة خالص بس هي موجودة دايما عندي فبحب اضيفها على البيتزا على المعجنات انا بحب الجبنة رومي جدا وبالذات في الحاجات اللي بتدخل الفرن بتسيح وبتدي طعم حلوة قوي ومزازة كده موجودة عندك او مش موجودة مفيش اي مشكلة هتجيب صانية من صانية البسبوسة او صواني اللي هي البيتزا دي بس تكون الصانية الكبيرة عشان المقدار دا لازم يتحط في صانية كبيرة ماينفعش صانية الوسط ولا الصانية الصغيرة لازم يكون صانية كبيرة هدهنها بالزيت كويس جدا ليه بقول كويس قوي عشان في ناس بتقول لي انت بتدهيني كمية دهون كتيرة في الصواني لأ انا بس بتبقى الوصفة محتاجة انه يكون فيها زيت زي مثلا الفطيرة دي لازم تتحمر فلازم تكون مدهون الصانية كويس جدا شايفين الخليط بينزل ازاي هو دا القوامل المزبوط ماينفعش يبقى سايل اكتر من كده وماينفعش يبقى اتقل من كده طبعا انا مولع الفرن على درجة حرارة 180 واحط الفطيرة بتاعتي في النص هسيبها لغاية ما تستوي من تحت وتحمر من الجوانب هعرف ان هي استود ممكن اولى عليها الشواية لو لقيتها لونها فاتح شايفين عاملة ازاي شكلها تحفموش الله صانية كبيرة جدا وبشوية خضار عملنا صانية بطاطس او فطيرة البطاطس ازاي ما بيقولوا اكلة حلوة جدا ومش باعة ومغزية مفيش بعد كده انا عندي كمان شوية جبنة مزارلة على جبنة رومي كده في الفريزر ممكن نضيفهم وممكن ما نضفهمش برضو عادي بس انا بحب اضيفهم عشان بيدوا لون احمر كده في الوش بيخلي شكلها زي البيت زي كده وهي طلعة وزي ما انتو شايفين انا مشتريتش حاجة يعني كلها حاجات موجودة في البيت الجبنة كانت في الفريزر الفلفل للالوان كان موجود في الفريزر عندي البطاطس رخيصة جدا وموجودة في السوق بكترة فالواحد يحاول كده يشغل دماغه ويعمل حاجات ملي موجودة في البيت وفي نفس الوقت تدينا قيمة غذائية عليها وكمان رشة زعتر علشان الريحة الحلوة طبعا تقدري تضيفي اي حاجة وتقللي اي حاجة من كل الحاجات اللي انا قلتها بس طبعا معادة البيض واللبن والزيت الحاجات الاساسية والدقيق ممكن تقللي او زودي في الخضار زي ما انت عايزة ممكن تشيلي الجبنة الرومي تحطي جبنة موزاريلا بس ممكن تشيلي الجبنة الموزاريلا وتحطي شيدر زي ما انت عايزة هنا لسه هي خرجة من الفرن. بصوا شكلها تحفة ازاي? ما شاء الله عليها سخنة جدا. هسيبها لما تهد عشان اقدر قطعها. وده شكلها لما خرجت من الفرن وهي ديت خارس وقطعتها وحطيت عليها الكاتشاب طعمها تحفة وشكلها تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.